والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ربنا سبحانه وتعالى أقسم في هذه الآيات بالسماء والطارق والعلم قالوا لله عز وجل أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته لكن المخلوق لا يجوز له أن يقسم بغير الله تبارك وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وربنا سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم يعني المخلوقات الربنا بيقسم بها في القرآن هي مخلوقات عظيمة جدا وهذه الأقسام جمعها العلامة بن القيم عليه رحمة الله في كتابه الاتبيان في أقسام القرآن فربنا سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم هنا أقسم بالسماء والداخل في الآية تدخل في الآية كل سماوات والسماوات مخلوقات عظيمة ربنا قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وقال تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبِ وقال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم السوى على العرش وقال تعالى وَالْسَمَاءَ بَنَيْنَا هَا بِأَيْدٍ يعني بقوة وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَا هَا فَنِعْمَا الْمَاهِدُونَ وقال تعالى أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءَ بَنَاهَا رفع سمكها فسواها وأقطش ليلها وأخرج طحاها والأرض بعد ذلك دحاها وقال تعالى وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُّفِعَتْ أي أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُّفِعَتْ فهذه السماوات هي مخلوقات عظيمة جدا من مخلوقات الله تبارك وتعالى رفعها الله عز وجل بغير عمد ونحن نراها أنها مرفوعة بغير عمد وهذه من أكبر آيات الله تبارك وتعالى خلق السماوات فربنا هنا أقسم بالسماء قال والسماء والسماء والطارق مع عظم هذه السماوات هذه السماوات العظيمة ربنا قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار هذه السماوات تبدل يوم القيامة وربنا سبحانه وتعالى قال وَإِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ فهذه السماوات تنشق يوم القيامة مع عظم خلقها فربنا سبحانه وتعالى أقسم بها والواجب علينا إننا نتدبر هذه الآيات الكونية العظيمة أشكد ربنا سبحانه وتعالى بيقيم الحجج الدامق القوية على المشركين بهذه الآيات يقول لهم فرأيتم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات هل في مخلوق له شرك في هذه السماوات العظيمة مع الله تبارك وتعالى هي سبعة سبعة سماوات كما قال تعالى وَجَعَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا يعني قوية السبعة دي هل في مخلوق عنده نص متر مربع فيها في السبعة ما في مخلوق عنده ولا ذرة ولا ذرة في هذه السماوات فكيف يُعبد كيف يُعبد المخلوق الذي لا يملك شيئا كيف يُعبد مع الله تبارك وتعالى شاكد ربنا بيعجز آلهة المشركين كما في هذه الآية التي تلوناها أم لهم شرك في السماوات ده تعجيز لآلهة المشركين الآلهة الباطلة التي لا تنفع ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرها ميتين يا أخي ربنا قال هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة هسي البورة ده هل تحس منه شيئا هل تسمع له ركزة فرفرة زي بفرفر ما بفرفر ولا ما ما معروف ذاته بقم ميتين في ذولة عارفه بقم ميتين هو بقم لكن ميتين ما في ذولة عارفه بقم ميتين فكيف يُعبد مع الله تبارك وتعالى كيف يُستغاب به في الشدائب كيف يُنادى وده موضوع الحلقات والحمد لله هذا الموضوع جاب ثمرات عظيمة لا بفضلنا ولا بفضل أحد منا ولا من المتحدثين إنما هو من الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له الناس زينا الآن والله والله ركزوا بيرش وينهم ما فيشين في الإعلام ما فيشين في الأسواق ما فيشين في أي مكان ما فيشين واحد يقول لك يا أخي ما تقول كذا تقوم تقومون كمان اه ما بقوموا ده الأموات غيروا أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون ما بقوموا الناس زينا ركزوا صلطة حتى ناسك تعين الله العملين فيها ينتسبوا للدعوة وللدين الصحيح الجماب تعين الله الدقون والدقين دا من الإسلام نحن ما بنستهزا به لكن ديل ديل اتخذوا هذه السننة العظيمة اتخذوها معاكل بأكلوا بالموضوع ده زي عبارة عن كبري أو ظهر كويس ديل زي تنسي مافيشين وينهم؟ انت قاعد تشوفون ما في مافيشين بيصهروا لك في رمضان بس زي الأبره حلو مور بيصهروا في رمضان عرفتها؟ الدورة الكبيرة برنامج رمضان يا زولي انت ما عندك موضوع اني عارفينك انت ظهرت له موضوع ما رمضان موضوع في زكاة بتعطفتر بتجي وفي حاجات كثيرة بتجي شاكدة بيصهروا حس مافيشين وينهم؟ دكاتر كتر دكتور فلان دكتور علان انت عارفهم زي ما انا عارفهم وينهم اسي؟ انتهوا فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اعلى بفضله كلمة التوحيد في هذه البلاد بفضل الله تعالى وحده الحمد لله فالواجب علينا نتدبر هذه المخلوقات السماء والطارق ربنا قال وما ادراك ما الطارق؟ وهذا استفهام للتعظيم للتعظيم هذا النجم العظيم وفسره بقوله النجم الثاقب ذا الطارق الطارق هو النجم الثاقب والنجم هنا اما يكون النجم معين والثاقب هو شديد اللمعان او الراجم الذي يرجم الشياطين او تكون الاية عامة ربنا اقسم بكل النجوم كما قال سبحانه وتعالى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ هذا هو المخسم عليه ما من نفس الا وعليها حافظ ربنا جعل حفظة يكتبون اعمال بني ادم كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون ملائكة تكتب الحسنات والسيئات كويس ربنا جعل حفظة على بني ادم يحفظونه من بين يديه ومن خلفه اي بامر الله تبارك وتعالى فطالما ربنا حافظك ما بتحتاج تلجأ لي غيره ولا بتحتاج تلجأ ان التعلق اي شيء من انواع المعلقات في البلد دي زي الكمون والودع وغيره 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 كله ده ما تعلقه تكتع وترميه وده الزاد الحمد لله سوق وقف سوق وقف الحمد لله نادر مات القوم اسي شغالين شغل علني لانه شغل ده الحمد لله انتشر الناس وعد الناس بقد عارف الحاصل والحمد لله لكن لسه دارين زيادة اخوانا ودارين زيادة مجهود وكل الحلقة دي كل الناس تبقى دعاة المانع شنوه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ما عندك لسان ما في موجود عيون ما في تعين بها موجودة طيب اضنين في ولا ما في فيه علم في ولا ما في موجودة العلم الناس علم منه فقط تتعلم عارف لك كلمتين ثلاثة انطلق وربنا سبحانه وتعالى بيبارك لك الله بيبارك لك ما تسغل من شأن نفسك انطلق قامش اشتغل في حلتكم اشتغل في الجامع اشتغل في الغرية اشتغل في ناس البيت كويس كل الناس لو اشتغلت انشاء الله البلد بتمش لقدام وربنا بنزل علينا البركات باذن الله تبارك وتعالى انا اكتفي بهذا القدر شأننا سي الحق اللغا